بعد ارتفاع نسبة التضخم لتقارب 6% وتخوفات من ارتفاع تلك النسبة إلى أزد من 15% السنة المقبلة بسبب لجوء الحكومة إلى طبع النقود وما قد يترتب عنه من انخفاض حدن قيمة العملة الوطنية يتوقع مختصون أن تشهد أسعار مواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2018 وتعد الخضر من بين أكثر مواد الاستهلاكية التي تشهد مضاربة في السوق لسيما مادتي البطاطا والطماطم هذه الأخيرة التي وصل سعرها إلى نفس مستوى أسعار فواكه بعد أن سجل سعر الطماطم مستوى غير مسبوق في الآوينة الأخيرة مرتفعا إلى حوالي 200 دينار للكيلوغرام الواحد وأصبح مشكل مضاربة في مختلف أنواع الخضر هاجسا للحكومة خصوصا في ذل ارتقاب ارتفاع محسوس في نسبة التضخم وهو ما يستدعي من الحكومة القيامة بخطة استباقية لتفادي سيناريو الارتفاع الرهيب لأسعار الخضر على غرار خلق شبكة لوجستية لتجميع وتوزيع الخضر قصد التحكم في أسعارها خلق شبكة لوجستية في شعبة الخضر يتطلب تنسيقا بين عدة وزارات على غرار وزارة النقل الفلاحة والتجارة وذلك للتحكم في الإنتاج الفلاحي وسلسلة التجميع والتوزيع ومن ثمت التحكم نسبيا في متوسط سعر مختلف الخضر على مستوى الأسواق ومنه الحد من المضاربة في ذل عدم توفر الحكومة على آليات لمواجهة التضخم